السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم وجماعة عاملين ان شاء الله تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد وهنعمل النهاردة الفطير المشلت بجميع انواع سوى الحلو او الحادي او المشلت ومن هنا ورايح مش هنشتري فطير تاني وهنعمل احلى حاجة لأولادنا بس قبل ما نبدأ اي حاجة هنصلى على النبي عليها في درساته واستعمل نبي واللي ما اشتركش في الكنياء يشترك في الكنياء واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس يدوس على زر الجرس عشان يوصل لكل الفيديوهات اللي بنزلها اول باول واللي ما عملش لايك يعمل لايك ضروري لايك يا جماعة عشان نرفع ايه من الفيديوهات بتاعتنا تمام دلوقتي احنا معنا كيلو دقيق ومعنا نص اللتر مية ومعنا معلقتين سكر كبار ومعنا معلقة ملح صغير هندوب دلوقتي معلقتين السكر في النص اللتر مية ومعلقة الملح برضا هندوبها مع المية حلو وضروري جدا يا جماعة ندوب السكر والملح في المية حلوة عشان لو احنا حطينا السكر والملح اه على الديه مباشر بعد كده نيجي نفرد في العجنة الفطير بيقطع بيقطع معانا الفطير. دي نقطة مهمة جدا حبيت اقول لكم عليها ومعلومة محدش قبل كده اقول لكم عليها. يعني انت عايزة تفاهمين ان السكر والملح لو حطناهم على الديه هيقطعوا العجنة لما نيجي نفردها ايوة هيقطعوا معاكم العجنة وده السر اللي ايه المحدش بيرضى يقول لكم عليه الملح والسكر يا جماعة هو اللي بقطعه الايه الى عاجدة لو انت حططوه على الدقيق مباشر. في احنا لازم ندوه بالسكر والملح في المية حلو. تمام. طيب الكيلو ده اخد معي خمسمية وخمسين جرام مية. يعني اخد معي نصف لتر مية وربع كوبات مية. طيب حسم نوع دي بتاعك. الدقيق ده يا جماعة دقيق المروه. تمام? احسن نوع للفطير دقيق المروه. ما فيوش عارق. لو انت جبت دقيق فيه عرق. اه خلي بالك ما تحطولوش ملح. عشان الملح بيدي عرق ايه للدقيق. بنت الدقيق بتاعك هيوبة جديد. وكمال هتحط له ملح هيدلو عرق. هتيجي تفردي فيه. هتفردي من هنا للصبح والسنة الجاي هتقطع معاك ومش هيعمل معاك فطير ولا اي حاجة وهتتعبي. هتدي ايه اللي هو الحال اللي هو جميع اللي استعمالات. سوى المروه او الاهرامات او اي نوع انت بتفضلكم ما يكونش فيه عرق. تمام? تمام. فضلنا نعجن كده في حدود العشر دقيقين وانا عنده عجان وحبيت هاجن لكم على ايد عشان البنات اللي لسه مبتدى. عجنتها حلو. خليت الملمس بتاعي. آآ عجنته نعمة وحلو. وزي ما حيتك شايفة كده. وفضل تخبط في في الرخامة وتخبط الرخامة دي جدا مهم جدا في العجينة بنعم العجينة وبيخلي بيفتح ممساماتها ويخليها حلوة يا جميع. تمام. كورناها وما سبب نهاش تستريح. عجنت الفطير مش بتستريح. بتستريح بعد التشكيل. كورناها وبعد ما كورناها قطعناها. الكيلو دي ده هقطع معي اربع كور هنعمل آآ هنعمل فطير مشلتتها. ونعمل اتنين كورتون كبار فطير باللحمة. اللي هو ايه? الحادي. اما الحلو انا هعجن تاني كيلو دي تاني وهعمل معكو حلوة تاني وهعمل تاني فطير مشلتت. تمام? انه مش هيكفينا كيلو. تمام. جبت كده الاربع كور اللي انت شايفهم. مهم حاجة بكور الكورة حلو. وبقى في الايه? وبقى في اللحم بتاعها حلو. عشان ضروري اللحم ده يا جماعة ما يتفتحش معي وانا بفرد ايه? في الفطير. تمام? يخلي العجنة من تحت لو اتفتحت يخلي العجنة معاكو مش هي حلوة هتقطع معاكو. تمام? في ده وقت انا بقول لك العجنتين الكبار قطعت كل عجنة كبيرة اللي هي باللحمة دي. اجعل قطعتها تلتمية وتمانين جرام. قطعت الكورة تلتمية وتمانين جرام. وزن تلتمية وتمانين هتخد صانية كم? هتاخد صانية مقز تلاتين. يبقى الكورة تاعت اللحمة اه وزنها تلتمية وتمانين جرام والصانية بتاعتها مقز تلاتين. طب الكور الصغيرة بتاعت اما كريتون الكبار كل كورة وزنها تلتمية وتمانين جرام ودي هتاخد صانية مقاس تلاتين. طيب لو انت عايزة تعملها صغيرة وتاخد مقاس اربعة وعشرين من بقاس اربعة وعشرين لستة وعشرين. هتوزني الكورة مقاس ميتين وعشرين لميتين وتلاتين. تمام? لو انت هتعملها في ستة وعشرين او هتعمليها في اربعة وعشرين. تمام? يبقى ايه? هتاخد ميتين وعشرين جرام او متين وتلاتين. هي ايه? الكورة الصغيرة اللي هي الصانية اللي هي مقاس اربعة وعشرين او ستة وعشرين. ما احنا اقع منها هنعملها في صانية كبيرة مقاس تلاتين. التعطال تلتمية وتمانين جرام. تمام. دلوقتي انا عجنت تاني كيلو وخدت من الكيلو دوت ايه كور صغيرة كده. يجي كورتين كده صغيرين عشان ايه عايز اممكن فطر باللحمة. احط له كورة تانية كده. حاجة كده تسنده من تحت. وزن الكورة بتاحته كام? وزن الكورة مية وخمسين جرام. بقول انا هوريكم برضو واحدة هحط لها يعني ساند استاند لها كده عجينة تانية وسط عجينة تانية واحدة هعملها من غير عجينة خلص يعني مش هحط جوها عجينة. يعني مش هحط جوها في وسطها عجينة لأ. هعمل لكم دي هتوديهت عشان ايه ما احرمكوش من اي حاجة. عشان هقول لكم يعني عادي. الفطر عادي يعني بتعمل بكل سهولة. تمام. كورتهم كده ودهنت صانية زيت زيت بسيط ما ندهنش كتير. عشان ايه اللي نقول له ودهنا زيت كتير يا جماعة في الفطر بموع معنا الفطير. دهنا الزيت كده بريحة زيت بسيطة وايه? وحطينا رصينا الكور بتاعتنا ودهنا الكور كده ريحة زيت برضو بسيطة وغطيناهم في حدود ساعة بالكيس. هم حاجة نغطيهم عشان العجينة عندنا ما تقشفش. مش تسيبوهم كده ايه مكشوفين في الهوى عشان الهوى هينشف العجين. في انت بتغطيهم بكيس. وايه? وتسيبوهم ساعة. تمام? وتسيبوهم ساعة يستريه. اهو بعد ساعة بتبتدي تجيب الكورة الاولى. احنا هنعمل الاول هنبدأ الاول في الفطير المشالتك. تمام? طيب هنفضل هنفرد الاول الكورة الاولى. دهنا الرخامة كده ريحة زيت ومنكترش الزيت عشان قلتلكم بموع ايه الفطيرة وبينشف الفطيرة. نقطة مهمة. بنشف الفطيرة وبموعها. تمام? خدوا المعلومات بتاعتي دي محدش قبل كده قال لكم على المعلومات دي كل آآ آآ خالص يا جماعة. تمام? خدوا المعلومات دي كده وسجلوها عندكم. تمام? جبنا كده ودهنا كده الرخامة ريحة زيت وبعد كده مطيد نفرد ايه العجينة بتاعتنا اللي استريحت ايه ساعة? تمام? زي ما انتم شايفان بقعد افرد فيها كده ما تططعش معي ولا اي حاجة بكل سهولة. عشان ايه خدناها صحة عجنها صحة وخليتها تستريح كمان. تمام? روح تدهناها بقى ايه? روح تحط لها ايه? آآ معلقة زبدة كده رشتها كده من على الوشي. تمام? ضروري رشت الزبدة دي من جوه العجينة عشان بتورق معانا ايه الفطير. تمام? ركنناها بقى جماعة كده طبقناها من الحروف ومن الجناب وروحنا ركننها كده زي الضفتر. بقول لك الزبدة دي بقى رهيت. انا مش هسيحها فكها كده حاجة بسيطة. انا هستخدمها وفكها عشان احنا ايه? في الشتة. والزبدة في ثانية بتشد يا جماعة. دلوقتي ايه بقول لك اهو جبت العجينة بتاعت التانية وروح تدهنا الرخامة ريحة الزيت وبادهن ايه دي برضو ريحة زيت. طبعا جبت الزبدة جنبها وزي ما قلت لحياتك مسيحتيهاش انا بخليها تفك بس. انا بلكده كنت عامل الفيديو الفطير بالسمنة البلدي. انه بادي عمرتقول لكم بالزبدة البقري. تمام? زبدة البلدي برضو بس زبدة بقري. تمام? بقول لك اهو. اه برجعوله ان شاء الله جميل جدا الفيديو اللي انا كنت عاملها بالفطير بالسمنة البلدي. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. شايفيني حضرتكم? انا بفرد دلوقتي في الفطير الزيت على الرخامة. وده هنا الرخامة ريحة زيت. واعمل افرد كده ريحة زيت. عشان الزيت. الزيت يا جماعة معلومة مهمة جدا. الزيت بنشف الفطير. تمام? عشان مش قولي انا عاملاه بس ينشف مني ومشي عارفه. هو بيقوله بيغطوا عليه. انا ولا بغطي ولا اي حاجة بطلع معايا جميل جدا. لان انا عارفة مقداري في الفطير وعارفة المقادير بتاحت وعارفة بحط امتة زيت وبحط امتة سمنة. يعني عارفاله. تمام? عايز اقول لك اه كيلو دي دوت اللي هنعمل منه الفطير خد معايا امتة جرام زبدة او سمنة. يعني كيلو دقيق هياخد معانا ايوة كيلو دقيق الفطير بياخد معانا كيلو سمنة او زبدة فلاحي. او سمنة روابي اللي انت عايزي. ما بيقولش لأ. اهم حاجة بتحط له الزيت كتير عشان ما نشفش معاكل عجنة الفطير. معلومات مهمة جدا. محدش بقول لكم عليها يا جماعة. قديني بافرد هوت. انا معلش هطول معاكم في الفيديو ده. حبيت اجمع لكم كل المعلومات في الفيديو دوت. عشان ايه محدش بس ايه اه يعني ايه يتكلم معاكم كتير ويشت الدماغكم. وتوضطوه وانتو مش يعني والبانات اللي لسه متدقة مش هتعرف تعمل الفطير. فانا حبيت اجمع لكم كل المعلومات في الفيديو دوت. تمام? يبا الزيت عندنا بنشف. والملح عندنا لو العرق لو احنا جايبين دقيق في عرق قوي ما نحط لهش ملح. يعني لو جبت دقيق بيتزة ما نعملش بالفطير. لا ما تعملش بالفطير. ولو هتعملي بالفطير ما تحط لهش ملح خالص. عشان هو في عرق دقيق. والملح بدي عرق عرق مع عرق. هيخلل ان شاء الله الفطرة بتاحتك من هنا للبكرة الصبح. مهتم مهما تفردي فيها هتطقطع معاك. انت تفردي وهي هتطقطع. انت تفردي وهي هتطقطع. تمام? خلك في الدقيق اللي هو الحالي اللي هو يعني حالي يعني دي جميع الاستعمالات. دي ضعيف. تمام? تمام. ولو عايزين اي حاج تبهلو في التعليقات. تمام? دلوقتي بدي هنا هوت. ريح التالي معلش اللي بطول عليكم في الفيديو ده. عشان بوريكم طريقة الفرد بتاحت ازاي بفردها. طبعا معلش انا باجي هنا وباجي هنا شوية عشان انا الرخامة بتاحت ايه محجماني. ولو عندي رخامة اوسع كنت فردت معاك وكانت الفطيرة اختفردت معاك زي انتم كده شايفين يعني كانت ملتلي الرخامة دي كلها. يعني هي عملها تدي. كل ما سيبها دي معايا حلوة انا سيبتها تسترية. فكل مفرد كل ما بتديني وما بتقطعش معايا. ولو اتقطعت بتقطع حاجة بسيطة. تمام? فلو اتقطعت معاك حاجة بسيطة مش تقلقي. بس مش تبهدليها في القطع. تمام? برضو السر اللي بيخليها تتنفخ خلي بالك ان العجنة بتاحتك لو اتقطعت مش هتتنفخ معاك. العجنة لو ساليمة بتتنفخ معاك يخلي بالك. يعني انا في الفطير اللي قبل كده عملت الفطير اللي مشالتت في الفيديو اللي هترجعوله. آآ والله العظيم كنت عاملة الفطيرة لدرجة تتنفخت معايا في الفرن. ضربت في سقف الفرن. من ارتفاع بتاعها. تمام? زي ما حياتكم شايفة كدهوت وبارجعوله ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع الفطير اللي بيستمنا البلدي. آآ في صندوق في الفيديو. صندوق الوصف. شايفي حضرتك? انا عمال افرد فيها ازاي? وكل ما افرد فيها بتديني. بتتفرد معي. واقول لك الرخامة عندي محجمينة. واحطي ايتي بكل سهولة. واهم حاجة ضوافر. الضوافر تكوني قصها. لو ضوافرك مش قصها وجتي تفرد الفطير هيتقطع معاك. الضوافر. تمام? انا بقرارها تاني. تكوني قصة ضوافرك. تمام. وما تحاولش تدهني آآ سمنة وعلى الرخامة. علشان لو دهانت سمنة احنا في الشتاء السمنة هتقفش في الرخامة وتقفش في العجنة الفطير وتعود تشدة هتقطع معاك. هتقفش يعني هتمسك. تمام? اما الزيت بيديك الليونة وبيخلي الفضرة بيساعدك ان الفطرة تتفرد معاك. بس ما تقطريش من الزيت. حاجميلك مع علاقتين زيت في بولك. كده هو تعالى الرخامة وبتدي يدهني منهم. ما تقطريش. تمام? انا بعد ما فرجتها كده حلق وروح تدهنها ايه? ريحة زبدة. كده. بنقط على كده بالزبدة. تمام? وكيلو بي. اي نوع انت عايزة. بس ما تحطي الزيت. الزيت يضوبك للدهن والفرد. عشان ما حدش يضحك عليك. طبعا جبت الصينية بتحتي دي مقاس اربعين. دي مقاس خمسين. لا مقاس اربعين. ومقاس خمسين هتبار فيا معك. انا عايزها سم كهي وبه حلو. جبت مقاس اربعين الصينية بتحتي وده هنتهى زيت. هنتهى زيت ما ده هنتهى السمنة ليه? او ده هنتهى زيت. وحطيت الفطرة بتاعتي. وحطيت لها معلقة زبدة من علوش زبدة سايحة. وغطيتها بكيس. وسبتها ساعة استرية. وهارجع لها تاني فرد. هلقيتها لسه. مش عايزها تتفرد. بغطها تاني بالكيس واسبها كمان تاني ساعة استرية. عشان افردها فردة حلوة. تمام? عشان ما تتطعش معين. عايزة والشاه يكون ملمس ملمسه وحلو كده ونعم. تمام. دلوقتي انا قلت لكم دلوقتي بقى انا جبت اللحمة وهو اعمل فطير اللي هو باللحمة اللي هو الفطير الحادي. خلي بالكم. معلش الفيديو ده هطول هطول كده يا جماعة بس يلازم ايه? اغطي كل ايه? الاسئلة اللي انتوا بتسألون عليها. انا في الفطير اللي انا كنت عاملها في الفيديو اللي فاتكت الاسئلة كتير على نوع الدقيق وبتعمليه بزيء وبسمنة ايه وبزبدة ايه فانا حبيت ايه? اجوابك على كل حاجة. ومن فطير واحد من عجنة واحدة عملنا الحلو والحادق دلوقتي هتشوفوا كل حاجة. عايز اقول لكم خطير والله هتنسف. انا عملت اتنين كيلو على فكرة. تمام. انا عجنت معكم كيلو ورجحت تاني عجنت كيلو. انه ما كفاش. عايز اقول لكم مش هتشتري تاني فطير تاني. والاسعار الايام دي غالية فحاول اعملي كل حاجة في فيتك. اوفر. تمام? طب الفطير اللي انت عملتي باللحمة ده اخد معاك لحمة دي اخد معايا نص كيلو لحمة. تمام? وارجعوا للفيديو تعصيج اللحمة. انا كنت معاستجا معاكم اللحمة في الفيديو القبل الفيديو دوت. واخد نسبة مشاهدة عندي عالية ارجعونه. حلوة اوي. تعصيقته حلوة اوي توابله حلو. وعمل له سر توابل حلو. ارجعوله ان شاء الله فيديو اللي تعصيج اللحمة هياجبك وجاب. تمام? فردنا العجنة بتاعتنا كده وبعد ما فردناها بقى روحنا لمناها وايه وركلناها. عشان نجيب ايه? عشان العجنة الاولى دي اللي انا هحطها في وسط العجنة ايه? اه اه اللي هي التانية. تمام? دي العجنة الصغيرة اللي هي مية وخمسين جرام. انا قلت لكم احطها ستند للعجنة الاولى. عشان تشلها لي يعني تشل العجنة يعني. تستحمل معي وانا بشلها. وبرضو هعمل لكم عجنة تانية من غير ما احط لها ايه عجنة في الوسط. عشان ما حدش يقول لي لازم عجنة في الوسط. لا مش لازم. انا حبيت بس ايه? عشان اغطو لكم كل الاراء اللي انتم عايزين. عشان اقول لكم ده ينفع وده ينفع. عادي مفيش اي حاجة. هي بس اهم حاجة انت بس بالطباق الجناب والجناب هي اللي بتشل معاكي الحمل بتاع الحشو. تمام? بس انا حبيت برضو اعمل لكم برضو دودة. تمام? اهو. ده يبقى ريح الزيت على الرخامة كده. وببتدي ايه? افرد ايه? في العجنة بتاعتي. وطبعا زي ما قلت لحاتك شايفها بافرد ازاي? وهما حاجة ضوافر. تكوني قصاها ضوافرك. وتكوني دهنا الرخامة ريح الزيت ما تهدينيه السامنة عشان السامنة بتقفش في العجنة. هتدخلها تطقطع وحنا خصوصا في الشطة. اما الزيت بيديك اليونة وبيساعدك في الفرد. في ناس بيفردوها بديقة. بس انا بحس ان الزيت احلى بيديني ايه? مطاطية للعجنة احلى وبيخليها لرأي. انا بحب صراحة يا جماعة هاكل الفطير اللي بيكون ايه? آآ يعني الرئات بتحت تكون رفيعة وحلو. ما حبش الرئات الطخينة. احس ان باكل عجنة. لكن انا الرئات كده بتبقى رفيعة كده فطير مشالت تفلاحي زي زي بتاع اجدان زمان. يعني اللي باكل من الفطير بينسى يعني بقول لي ما بيصدقش يعني ان انا بقول لي الفطير جبيل جدا. يعني بكل الطرق. شايفة? انا الهوف العجنة بطريقة سهلة وبسيطة ما بتاخدش اي حاجة. كل دوت ان انا سايبان مستريح. عمله كل حاجة آآ عشان ينجح معايا. وشايفة بقولك? عمل افرد بقولك الرخامة محجماني. يعني انا لو في آآ اقول لك لو كنت طيلة اخد الحطة دي عشان اعرق فافرد الفطيرة كنت لكن مش عارف الرخامة بحجماني. كنت هتديني تاني. عايز اقول لك يعني المقصود بين كلامي ان الفطيرة هتديني تاني. عملها تتفرد معايا بتقول لي اديني تاني. شديني تاني يا شدي شدي شايفة? عمل اشد انا عملها شد. ايه كنت عايزة ترابيزة كبيرة مدورة بحيس ان واحد يفرد عليها شايفة? اه حتى عمل اعملك في الكادر ونزلهولك عشان تشوف العجنة حتى مدلدلها عندي على المطبخ. شايفة? يعني الطريقة سهلة وبسيطة مش عارف انتم مع ادي الدنيا ليه? اه دوقتي دهنتها زبدة. دهنت الفطيرة زبدة. مع علاقة زبدة كده ما نعروش زبدة سيحة. ولقيت الزبدة مسكة. بروح افكها عن نار مش بسيحة بفكها عن نار. وروح تحط لها ايه? العجنة التانية في الوسط. العجنة الصغيرة هي مية وخمسين جرمي حتى فعل. طبعا قصرت بضايا ربطها حلو. بضايا واحدة. بضايا لي عشان تمسيك لي الحشوي. تمام? وروح تحط لها كبشة طبعا لبست جاونتي. وروح تلابسة ايه يا جماعة? وروح تلابسة وروح تحطة ايه? كبشة لحمة مع الصجة. انا مع الصجة. وقلت لكم عندي على الكناء. ارجعوا هكتب لكم هتسيب لكم اللينك في سندوق الوصف ان شاء الله. اه بطريقة جميلة جدا. اه دلوقتي ورشت جبنة مرزاليلا ورشت جبنة روميا مبشورة. ورشت حبة زاتون مخلل. كنت اه مطبقة العجنة لما العجنة بتاعتي. الكبيرة عليها. مطبقها كده زي الضفتر. زي ما حيتك شايفها كده بكل سولة. هجيب الصانية بتاعتي دي مقاس تمانية وعشرين. الساق ده مقاس تمانية وعشرين. هدهنه ريحة زيت. بقولك زيت بسيطة هوت. هدهنين ليه? عشان بس العجنة انا ما لجي نحطها ما ايه? ما تلزعش في الصاق. لازم نقطة مهمة. دهن الصانية بتاعتك او الساق بتاعك ريحة زيت. تمام? تمام. هتحطها تستوى على هتحطها واتدخلها الفرن على طول او هتدخلها دي الفرن على طول. شوفي بقولك بالاماها بطبقها كده براها وابتد ايه افردها كده بكل سولة شايفها? دي هعملها على شكل بيتزا. يبقى دوت فطيرة على شكل بيتزا. وهعملك واحدة تانية. معلش انا هطول معاك في الفيديو ده بس عايز اغطيلك الفيديو كله. وعملك واحدة تانية من غير آآ هعملك فطيرة تانية فطير شرقي واللحمة بس. طبعا بدي هنا كده معلقة زبدة كده ريحة زبدة كده. دوبك بلتها كده لحزت ايه زبدة? زبدة سايحة من السمنة. وطبعا هحط لها شريح فلفل احمر اللي هو الرومي وشريح فلفل ايه اخضر. واصفة. حسب اللي موجود عندك. اللي موجود عندك اللي متاح. ولو ما فيش حاجة عندك عادة يعملها كده هعملك برضو واحدة تانية من غير شكل بيتزا عادي يعني. عايز اقول لك ومنتهى الجمال. يعني الاولاد قالوا طلبوا تاني بس آآ مين بها يعمل تاني? طبعا الرشد جبنة مرزاريلا وهروش الوقتي الرشد جبنة آآ رومي او شيدر او حسب اي نوع جبنة عند حضرتك. طبعا جبنة المرزاريلا دي جبنة تلقى طباقه. تمام? تلقى طباقه. وطبعا ازا طول انا حطيه ده انا كنت مخليلها معاكم عالقناة واخد كان الف مشاهدة عندي. آآ وخليته. تمام? دلوقتي بقى انا هدخلها الفرن. بحوريكم انا هدخلها الفرن. بس دلوقتي عايز امال لكم فطيرة تانية اللي هي الفطير الشرقي اللي هو باللحمة بس من غير ايه آآ شكل البيتزا. انا بقول لكم الفيديو دوت انا بغطي لكم كل حاجة في كل المعلومات اللي انتم عايزان. واي حاجة اكتبها لي بس في التعليقات وانا هجواب عليه. طبعا جبت كده العجنة بتاعت الاولى. آآ دهانت الرخامة ريحة زيت. ريحة زيت انا باكد ما بادهنش زيت كتير. عشان ما بباشم زيت عندي وانا اشف معي الفطيرة. طبعا وهيت. وطبعا كنت بغطيه سبابة الساعة يستريح. كل ما تسيبه يديكي نتيجة احلى. حايفة? انا عمالة افرد وبهوي بهوي كده وبدخل ايدي بالراحة وهما حاجة ده وفرد تكون مقصوصة عشان تعرف تهوي الفطيرة واتدخل ايدك كده وتعرف تفريدي الفطيرة فردة حلوة كده هوت تشد معاك وتخليها ايه? الرقات بتاعتها طبار فيها. الفطير حلوته يا جماعة في الرقات بتاعته. كل ما تديه له وترفعيه كل ما يديكي طعم احلى والرقات بتاعته طبار فيها حلوة كده فوقك وانت بتاكليها. تمام? طبعا بعد ما فردتها حلوة زي ما وبعد كده رحت جاي بالها ايه? واحدت ايه? رحت جايبها برضو عجينة كده حطها لها في الوسط. رحت جايبها بقول لك كسرت بيضة. وروحت ايه مغيرة الجوانتي عشان البيض بتاعي كان فيه كنت بكسره بالقشر. فروحت مغيرة الجوانتي وطبعا غيرت الجوانتي تاني. طبعا النهار هنو عد نغير في الجوانتي. ما شاء الله. المهم فهنرش دلوقتي بقى ايه? آآ انا بحب النظافة او يا جماعة بصراحة. المهم فروحت بقى رشة ايه لحمة معصجة زمحيتك شايفة كده. وغيرت جوانتي عشان كنت مسكة البيضة بالقشر يعني ما ينفعش. فروحت تكسرها بعد ما عملت غيرت الجوانتي تاني. تمام? ما جاتش يعني من جوانتات عادي. المهم فروحت بقى رشة اللحمة بتاعت المعصجة. يعني كسرت البضاية ورشيت اللحمة بتاعت المعصجة. ورشيت بقول لك جبنة مرزاللة اللي هي الاطباء. ورشيت جبنة رومي. مبشورة عندي. الجبنة رومي ليه? الجبنة رومي بيبتديها حدقان حلو بتخليها حدقة وحلو. ما فيش جبنة رومي ممكن تحط ريحة بصرمة بصرمة بتقطريش البصرمة عشان ما تشيطيك حدقان. البصرمة بتبقى حدقة. حاجة بسيطة. ما ما فيش جبنة رومي. طبعا رشيت رشيت فلفل آآ اغضر كده مقطعه صغير. ورشيت ايه طماطم. طماطم برضو مقطعه صغير كده. ورشيت رشيت زاتون. نخلل. ورشيت رشيت جبنة مرزاللة. طبعا هنه اقفل عليها وابقول لك انا هقلع الجوانت هبتدي اقفل عليها. عندي كيش جوانت في البيت عادي عمليك ايدك عادي عشان التصوير بس. عشان مش هزا تعليقات يعني. تمام? نخلوكو في الصورة يعني. وده جبت الصينية بتاعتي دي مقاس تلاتين. ده هنتهى ريحة زيت. ريحة زيت بقرر ريحة زيت. بس اهما حاجة ندهنها عشان العاجينة لو مش دهننا الصينية زيت العاجينة هتلزق فيها ومش هتوب حلو هتتبهدل معاكل. اهما حاجة ندهن الصينية بتاعتنا زيت. تمام? يعني معلقة زيت كده. ندهنها حلو. نتأكد انها الدهن. تمام. رحنا شانين العاجينة بتاعتنا براها طبقناها كده براها وشانناها براها. وبتدينا نفردها فيها. وبقول لك ايه انا معلقة دي زبدة. ده هنتهى بريحة زبدة. من على الوش. بقول لك دي زبدة. دي اللي اتفضلت معي. ما شاء الله كيلو كيلو دي خد معايا تلتمية جرام زبدة بالزبط. عليهم كلهم. تماما فردتها هدخلها الفرن. هسيبها تستريح? لا مش هسيبها. دي مش هسيبها تستريح. اما الفطر المشالتت هسيبه يستريح ساعة. عشان لو دخلنا من غير ما يستريح الفطر المشالتت هيكش معانا هتلمي معانا. شايفة بقول لك انا سبتها تستريح اهيت. طب كواس انها ايجت. سبتها تستريح وببتدي ايه افردها. اهي. طبعا انا حطى لها معلقة زبدة فبتدي افردها كده بالجوانتي لو ان انا ايه كنت كنت نفسها لعي الجوانتي وافردها بيدي بس انا ايه? قلت تمام عشان ايه? التصوير معاكم كده. تمام. اهو في الاخر قلعت الجوانتي. سبحان الله. ما ما فيش احسن من الايدي يا جماعة. ما فيش احسن من الايدي يعني. ابتدت افردها. يا ريت يا جماعة لو لسه بتتفرجوا على الفيديو بس كده يا جماعة اللي ما اشتركش اشترك في الكناة ويعمل لي لايك. معلش يا جماعة اعملوا لك تعالوا على نفسكو شوية كده واعملوا لايك بس عشان الكنة بتاحت تبدي ايه تكبر كده يا جماعة. طب تمام. فرضنا بقى العجنة بتاعتنا كده وسيطناها تستريح كده اللي هي عجنة الفطر المشالتت ساعة كمان تستريح عشان لو دخلناها كده هتكش. طبعا اه دخلت البيتزا الحدقى في الفرن والبيتزا التاني. تمام. بقول لحضرتك الزتون بقول لك الزتون ده انا المخليله وانا هخليه معاك. كان عندي مكنة كده الخليفة خليته. تمام? تمام. وقطعته بالسكينة. انا عايز اقول لك كل حاجة الواحد بعملها في البيت. آآ دي بقى الفطرة الحلوة. تمام? دي الفطرة الحلوة بقى يا جماعة. طبعا الفطرة الحلوة عملتها ازاي? انا جبت لها اللبن جبت لها كبايتين لبن على النار. وجبت لهم معلقة نشاة كبيرة. تمام? يعني كبايت. اه كبايت لبن بالظبط كباية لبن. في حدود المئتين وخمسون جرامعة Coronavirus لهم معلقة نشا. ودوبتهم برة على النار مش حطتهم على النار دوبتهم على البارد. يعني كباية اللبن ومع علقة نشا وقلبتهم على البارد برة وبعد كده حطتهم على النار. وبعد ما حطتهم على النار مبتدوا بقى ايه حسيتوا ان هما ايه? يدخنوا كده وطلعوا فقطيع يتألوا هتيجي دلوقتي انا بقول لك انا فردت العجينة هي تحيل وبعد ما فردتها حلو يعني بقول لك بشيل الزيادة منها. هي الفطرة ايه? الحلو. طبعا لو حياتك مش حبة الملبن ممكن تحط شوية مكسرات ومعلاقة سكر وشوية جسد الهند وتحط الحشو ده عادي. بس انا عند الولاد هنا حبه الملبن حبه المهلبية الملبن. مهلبية. انا فصلت. المهلبية جميع. انا بقول لك دلوقتي فردتها وبد هنا بقى ايه كده ايه معلاقة زبدة كده على الوش. فردتها حلوة. انا عايزة العجينة بتاعت سمكها يوب برفيه وحلو. طبعا بقى تنهالك اهيت بقول لك اهيت بقى تنهالك. عشان ايه? اه لو انت حضرتك مش عايزة اللي هو ايه العجينة اللي في الوسط انا بيبديك كل حاجة. العجينة اللي في الوسط اللي هو اللي بتسند معي العجينة عادي. قدما انت لميت الحروف دي ايه? دي اه السند بتاعك. اللي هي ايه? اللي بتحميلك العجينة. قيتني بس الحروف وخلاص. تمام? اه دي اه دي بقى دي بقى الفطيرة الشرقي. دي الفطيرة باللحم اللي هي الشرقي. تمام? بقول لك رشينا بقى ايه? طبقتها من الجنة. ما حتطلاش كده عجينة ولا حاجة. لايه عجينة واحدة. تمام? عشان اللي عايزة تعملها بعجينة واحدة. العجينة ديت وزنها كام? تلتمائة وتمانين جرون. تمام? رشت لها كده جبنا رومي وجبنا شيدر. اه وجبنا اه جبنا مرمي اه نسمحي ايه دي? المهم جبنا الاطباء. مرزاريلا. جبنا رومي وجبنا مرزاريلا. رشتهم لها وبعد كده ايه? وروح ترش بقى ايه? شوية لحمة مفرومة. لها لحمة معصجة. ورشة فلفل ورشة زتون. ورشة اه طماطم. وروح ترشلها شوية بهارات. كده من علوش ريحة بهارات سنة بهارات من السبع بهارات اللي عندك لو انت عندك. طبعا روحت لماها كده زم حياتك شايفة كده ومطبطت بقى حلو جبت الصينية دي بقى الصينية دي جامعة مقاسها دي اربعة وعشرين. بشي الصينية تلاتين دي اربعة وعشرين. انا كنت هلغي الحتة دي بس حبيت اوريكو يعني دي الصينية اربعة وعشرين. دي بقى خدت معي العجنة بتاعتها دي العجنة بتاعتها لقمش تلتمية وتمانين. دي الصينية اربعة وعشرين خدت معايا العجينة متين وتلاتين جرام. يبقى الصينية اربعة وعشرين خدت متين وتلاتين جرام عجين. تمام? تمام. دهوقتي هندخلها الفرن. تمام? عشان اتفق مع بعض الصينية اللي فاتت ديت مقاسها اربعة وعشرين خدت معايا العجينة متين وتلاتين جرام عجينة. تمام? عشان نكون متفقين مع بعض. تمام? المهلبية بتاحت بقى كوباية لبن ومع علاقة نيشة ده وبتوهم على البارد برة وروح تحطاهم مع النار غير اه تقلوا كده وروح تحطا لهم معلقة شوكولاتة النيتلا ووريتها لكم وقالبتم مع بعض يسحوا مع بعض بس طفت النار. اه السخنية هتصيح معلقة النيتلا. تمام? وانا ورت لكم البرطمان اللي هو سما. تمام? اه وهيتبقى ايه مهلابية بالشوكولاتة جميلة جدا بالنيتلا. مهلابية بالنيتلا. جميلة جدا. طبعا دي بقى العجينة بقى اللي هي ايه? بتاعت ايه? النيتلا. دي وزنها كام دي? دي وزنها تلتمية جرام. دي وزنها تلتمية جرام. تلتمية جرام عشان دي يتبقى العجينة الحلوة. اللي هي نحشيها. حضرتك ما بتحبش المهلابية هتحشيها بنص كوبية مكسرات. اي نوع مكسرات حياتك بتفضليه مع علاقة سكر كبيرة ومع علاقة جسد الهند. ولو عايزة بيه بحطي. تمام? وبتقلمهم مع بعض حلو وتروح يحط بقى الحشو بدل المهلابية زي ما هتحطيك هتشوفي كده بدل ما هتحط المهلابية هتحط الحشو ده. تمام? وادروا بقى الشوكولاتة النوتيلة في الاخر زي ما برضو هوري لحضرتك. يبقى احنا بخص ايه? لو انت مش حابة ايه? تحط المهلابية. تمام? انا بقول لك هنا الزلطان على النار سبتها تبرد شوية. سبتها تبرد كده في حدود الخمس ازاي? وبتديت ايه? حطت خدت الكوبية كلها. خدت كوبية اللبن كلها اللي هي المهلابية. كوبية اللبن خدت معلقة نشا كبيرة. ودوبناهم برة على النار. مش على النار دوبناهم برة على النار يعني على البارد. وبعد كده حطوا من غير سكر ولا اي حاجة. وبعد كده قلبناهم تيلوا مع بعض تطفلنا النار وروح نحطنا لها ايه? معلقة شوكولاتة النوتيل. طبعا هيبقى قفلها لك من الجناب كده تقفيلها حلو. وبعد كده هجيب الصينية بتاعتي. مقاس اربعة وعشرين. وهحطها فيها كده. اقول لك انا عدلتها هين? هدقلها الفرن. انا درجة الحرارة الحرب تحت عادي من فوق ومن تحت اقول لك شايف الفطر بتاعي مش هلتت جميل ازاي? درجة الحرب تحتي عادي ولاحت الفرن مش ولاحت قبلها عادي لا ولاحته عادي ودرجة الحرارة متين واخر دقيقتين ولعت الشوية. تمام? في الفطير. باخر دقيقتين ولعت الشوية. والفرن عندي سخن. تمام? وخلي بالي. شايف الفطر بتاعي? ما شاء الله عليه جميل جدا ازاي? هوريكي بقى تسويت. طب انت حطتك كرتونة ليه? حطتك كرتونة يا جماعة انا عاملة ساكتان اقولت لكم فطرتين. حطتك كرتونة عشان الوش بتاعي كان احمر وخفت الوش بتاعي يتلاسع. فحطتك كرتونة عشان تستحمل معي الحرارة من فوق الوش. وبعد كده شلتك كرتونة. تمام? شايفين الافكار? شايف الفطير بتاعي مورق ازاي? شايف الطبقات رفاية ازاي? ما شاء الله ده الفطير المشال تتلفلاح بقى على قصته. ده بالزبدة. اما انا عملت معاك قبل كده فيديو اللي هو بالسمنة البلدي. تمام? فطرتين ما شاء الله بيتكلموا عن رحم. شايف الرئات? ما شاء الله الله هو اكبر عليها. اعملوا بس طرية دي كده والله انت هتدعو لي. شايف انا عمل قطع بقول لك راحة وجاية ازاي طرية وجميلة. فطرتين. فطرتين ده هاتخدوا معايا تلتميت جرام زبدة او سمنة بلدي. اي نوع سمنة. حتى لو بروابي. تمام? مش هيقول لك لا. شايف الفطيرة بتاخده. تد بقول لك لو عايزان اقطع لك ده هقطعها لك كمان. الفطير بتاعي بقى الحلو والحادق اللي هو لشكل بيتزا. والفطير محشي لحمة اقطعه لكو. دلوقتي شايفها شكله. عايز اقول لك تحفى كان ريحته كان طعمه ولا الكباب. فضيع فضيع بجد يعني. اتمنى يا جماعة انكم تعملوا الحاجات دي لأولادكم. وما تشتروش بعد كده فطير تاني من بر. آآ طعم خطير جدا والله الولاد نسفوه. انا مش عايز اقول لك ان انا من حيات اشاكل حاجة منه. ما شاء الله شايفين? يعني بقول لك اللحمة هو سخن كمان يعني ما شاء الله. ما لارفع لك فيه. هو سخن. حتى هو ملاحظ شايفة? حتى انتم ملاحظين البخار. تعالي بقى الفطير الشرقي اللي هو باللحمة مش شاكل بيت زلاء الفطير اللي هو باللحمة. اللي هو الشرقي. طحفة طحفة. عاز اقول لك带وان مدي كده يعني في صنية رؤاب اللحمة. داخل كده على صنية رؤاب اللحمة حووشي. العبل بقول له حووشي. انا مسمينة ممكن على اللحمة ما مسمينه حووشي. بقول له ده احلم الحووشي. اقول لك طحفة طحفة طحفة. من حلاو gotten قولونا اعمل لنا تاني. بس مين اعمل لي من بقى تاني؟ ده انا نحن نهد. بقى لعمل تاني. ما علينا. بس مش حليك هد يعني ما تشتعمليه شايفة شكله طعم خطير لا تعمليه لأولادك ازاي? فراح بيتك كده وفراح جوزك كده ودف بيتك كده منيب الفطير كده والحاجات الحلو. مع مطبخ بلاش تزير مش مش هتجيبي حاجة تاني من برا. عايزة لايكات بقى كده يا جماعة واشتراكات جديدة كده يا جماعة. شايفة بقى? هو عوشك بقى النوتلا النوتلا نزلة بقى على الفطيرة الحلوة. دي الفطيرة الحلوة. هو رهالكو بقى لما قطعها كده وحط على المكسرات. دي بقى حاجة بعد ما كله بقى حلو. ازا اقول لك خطيرة خطيرة. طبعا لو ما بتحبيش المهلبية اولتلك على المكسرات. اعملها مكسرات ومعلقتين سكر ومعلقة جسد الهند ولو حبة زي بحط زبيب. مش حبة خلاص. بتقلبوه مع بعض وتحشي بها الفطيرة عادي. اي نوع حشو انت عايزاها حلو. مش توقفي يعني. وبعد كده بتديها شوكولاتة نوتيلا. شايفها? عايز اقول لك خطيرة 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 شفي شكلها? لأ ده غير طعمها بقى. دي بقى الفطيرة بقى اللي دي الفطيرة الصغيرة. انا عملت فطيرة كتيرة. انا عملت اتنين كيلو بقى ما شاء الله انكته معي كتير. بس الرخامة ما ماخدشش والله يا جماعة فحاولت اصور كله. بس هو كده. ما تنسناش بقى في اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.